في فيديو النهاردة هنتكلم عن بتجاز تصميمه اكتر من رائع امكانياته ممتازة جدا ويعتبر من الاختيارات المفاقة جدا في الشراء البتجاز اللي معنا النهاردة بتجاز البيكو بتجاز مستورد صناعة طرج هنتكلم عن اهم المميزات والعيوب وهلي يعتبر اختيار موافق في الشراء ولا لا انا احمد جبريل ودي قناة استشاري الاجهزة المنزلية ويلا بينا نبدأ الفيديو اول حاجة هنتكلم عنها الشكل الجميل اللي بتجاز تصميمه اكتر من رائع اللون الاسود مع السيلفر مديله شكل جمالي تحفة جدا توزيع المفاتيح ممتاز جدا ومسكتها حتى مريحة قوي مقبض الباب ممتاز جدا فبصفة عامة شكله الخارجي يعتبر من الاختيارات المفاقة جدا في الشراء لو حد يتدور على الشكل الجمالي لبتجاز في مطبخه تاني حاجة هنتكلم عنها سطح البتجاز تقسيمة الشعلات ممتازة جدا المسافات ما بينها مفاش اي مشاكل خالص الشعلة السلسية عندي الشعلة الكبيرة هي شعلة سلسية اللهب فطبعا دي بتدي تسوية افضل للاكل غرف الاحتراك في البتجاز سباب صناعة ايطالي وده شكل العين من تحت فغرف الاحتراك بس هي لصناعة ايطالي لكن البتجاز بمجمع العام صناعة تركي الحوامل الظهر فيه حوامل تقيلة وزنها تقيل محملة وحلايا فيها دعمات جلد عشان تحميلي سطح البتجاز من التجريح والبتجاز بينزل امان كامل وحلاقي سنسور الامان اهو وده الاشعال الذاتي وطبعا اخد بالي عند الاشعال ان انا لازم استنى 15 سنة عشان السنسور ده يسخن عشان الشعلة تثبت معي عشان في بعض الناس كانت بتقول ان البتجاز الشعلة بتتطفق اول ما بسيب ايدي فلازم فعلا امسك المفتاح لمدة 15 سنة لحد ما السنسور ده يسخن او ما بيسخن الشعلة بتثبت معي عادي طبيعي لو جينا نبص على مفاتيح التشغيل ده شكل مفاتيح التشغيل حلاقي عندي ده المفتاح الخاص باللمبة والشاواية للدوارة وده الطايمر وده مفتاح المروحة وده مفتاح مشترك للشاواية والفرن وحلاقي عندي مفاتيح الشعلات وحلاقي هنا مفتاح الاشعال الذاتي فلو اتكلمنا على اول عيب برضو في البتجاز حلاقي ان مفتاح الفرن اللي مفوج درجات حرارة حلاقي درجات الحرارة متنوع عنها بارقام من 1-2-3-4-5 مش درجات حرارة مكتوبة بقى 110-140-160 لأ هو كاتبها لي بارقام فلازم اعرف ان كل رقم بيدول على درجة حرارة كام وده ممكن الاقيها في الكاتالوج الخاص بياه فلو كاتالوج ضع ممكن الاقي صعوبة ان انا اعرف درجة الحرارة كام لو انا مش متعود على البتجاز لو جينا نبص على الفرن مع بعض ده شكل الفرن البتجاز مزود بمروحة توزيح حراري حلاقية موجودة في ظهر البتجاز وحلاقي فيه رف شبك والرف الخاص بالشواية ورف صاق والشواية زي ما احنا شونا معمولة بطريقة عرضية عشان تبقى سهلة جدا ان انا بركب المقبض هنا وهو من دمن الاكسسوارات ده بركبه هنا واقدر اسحب الشواية بصورة سهلة جدا من غير ما ايدي تتحرق وزي ما قلنا في اول الفيديو ان البتجاز بنزل الشعلات او الفنيات فيه غاز طبيعي لو حبيت اغير الغاز انبوبة هلاقي نازل مع البتجاز الفنيات الخاصة بغاز الانبوبة وحلاقيه برضو مرقام لي الارفف هنا من واحد لخمسة بحيث يسهل علي اثناء الطبخ ارقام الارفف ان انا احط الصواني بتاعتي بطريقة سهلة جدا اقربها من الشواية او انزلها للفرن تحت حسب استخدامي وحلاقي ده شكل الشواية الخاصة بالفرن والبتجاز فيه مروحة تبريد حلاقي فتحات التبريد اهيه اللي برضو بدورها بتدي هوا بيعدي في الممرات دي عشان يبرد لي باب الفرن وبرضو هلاقي ان لازم عند استخدام الشواية ان انا اسيب باب الفرن مفتوح عشان للتهوية وحلاقي ما فيه نازل مع البتجاز الصاجة الخاصة بالعكس الحراري وده مكان تركبها هلاقي فيه مصمار هنا اهول لونه دهبي ده وحلاقي فيه واحد تاني برضو الناحة التانية وبركب الصاجة فيه وبسيب الباب مفتوح اثناء استخدام الشواية وحلاقي الصاجة دي موجودة في درج البتجاز الموجود تحت حلاقي ده مكانها اهيه من ضمن الاكسسورات الناس ده مع البتجاز حلاقي طبعا الحافظة بتاعت البتجاز كبيرة قوي فدي تعتبر من مميزاته لكن برضو عيبه التاني انه من غير ارجل يعني البتجاز مقاسه مش استاندر زال البتجاز العادية العادية لانه من غير ارجل بيبقى ده شكل وهو ثابت على الارض فطبعا لو انا في مكان فيه مية كتير او بنضف تحتيه وفيه مية هتنزل تحتيه ممكن مع الوقت يعملي صادة لو انا مش مخافز على البتجاز فده كان تاني عيب في البتجاز العيب الاوليني قلنا ان مفتاح الشواية او مفتاح الفرن مش مكتوب عليه درجات الحرارة والبتجاز بينزل من غير ارجل لو جينا نبص على ظهر البتجاز مع بعض ده شكل ظهر البتجاز هلاقي برضو مصدر الغاز بيبقى شمال ونواقف قدام البتجاز لكن هو برضو فيه مكان تاني في طبعا ممكن حبي تغير من هنا الهنا سهل جدا ان انا افك الطبع وركبها العكس حسب احتياجي فبرضو من مميزاته ان هو فيه مصدرين الغاز يمين وشمال حسب المكان اللي انا حابب اركب فيه مصورة الغاز تقفيل البتجاز زي ما احنا شايفين من وراه كويس قوي وطبعا اخد بالي ان انا لازم اسيب مساحة ورا البتجاز للتهوية لان احنا زي ما احنا شايفين فتحات الفرن كتيرة هي فلازم اسيب مسافة للتهوية عشان البتجاز يشتغل بصورة سليمة ودي بعض المعلومات عن البتجاز زي ما احنا شايفين الصناعة تركي فاجمج ما العام البتجاز امكانياته كويسة جدا وزي ما قلنا شكله وتصميمه اكتر من رائع يعتبر من الاختيارات المفاقة جدا في الشراء البتجاز ضمانه خمس سنين ومعه سنتين ضمان عمر الفتراجي بعد انتهى فترة الضمان شركة بيكو بتضمن التوفير القطع الغيار بعد انتهى فترة الضمان الاساسية سعر البتجاز الحالي وقت نزول الفيديو اربعتاشر الف ستمائة وثمانين جنيه وكنت حبيت بس اوريكو بتجاز مستورد اربعة شوالة اللي كان بيدور على بتجاز مستورد اربعة شوالة واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكو لو اول مرة تشوفني ما تنساش اشترك في القناة واتفعل الجرس سنجيلك كل حاجة جديدة